اشتركوا في القناة هنا عندي الدقيق 4 كاسات دقيق طبعا انتوا اذا حابين تقللوا الكمية سووا نص المقادر اللي انا موضحتها في الفيديو وعندي هنا نص كاسات زيت ورشة بسيطة ملح وكاسة ونص موية دافية او لحسب العجن عجنتها مع بعض وطرفتها ترتاح لمدة 5 دقائق وعندي هنا للدجاج زيت زيتون و800 قرام من صدور الدجاج قطعتها شلائح طويلة وقلبتها واضفت لها ملعقة كبيرة من مجون الزنجبيل والثوم ونستمر في التقليب الين نتغير لونها وبعدين نضيف البهارات عبارة عن ملح لحسب الرغبة وملعقة كبيرة كزبرة ناشفة وملعقة صغيرة فلفل اسود ما في اي بهارات تانية ونستمر في التقليب ممكن تغطوها لمدة دقيقتين بلين تستمر في التقليب الين ما تجي في جميع السوائل وتكون كذا جهزت وعند العجينة لاحظوا اني ما اضفت اي خميرة او اي بيكربونات اه مو بيكربونات الصغلم او اي اه بيكمبودر ما ادري لنسيت اسمه المهم ما اضفتها حتى ما تتنفخ في الزيت وقتلقلي وانخري بشكلها هنا اخدت القطع وكورتها وبدأت افردها طبعا الفرد لازم يكون متوسط يعني ما يكون مرة رقيق عشان لا تتقطع معاكم وما يكون مرة سميك عشان لا يعني تكون نية ما تستوي وهنا طبعا شقلتها بشكل مستطيل واضفت الدجاج واضفت كمان الصاص الخطير السري اللي هو عبارة عن كتشاب ومايونيز شفت كيف مرة ساهل مع انه انطعمه مرة رهيب وعند هنا جبنة نزريلا وشيدر انا لاحظت في انه الوصفة الاصلية حقيقة المطعم اضافوا جبنة الشريح اللي خاصة بالبرغر والسندوشات اذا عارفينها لكن انا ما حبيت ابدا طعمها حسن طعمها مزعج فاستبدلتها بالمزريلا والشيدر تقدروا تضيفوا قشقوان او اي نوع جبنة تانية او ممكن اذا حبيتوا مثلا جبنة الشريح استخدموها ولاحظوا اللفكيف لازم يكون دقيق ما تكون في زبايد خارجة من الاطراف حاولوا انكم تقفلوها من جميع الاطراف وكذا تلفوها شوية على سطحة عشان تتأكدوا انه العجينة اللي صدقت مع بعضها بس انتبروا تضغطوا عليها بالقوة عشان لا تخرج من الفتحات الجانبية وعندي هنا للتغطية حليب مع بيض والبقسمات عندي نوعين بقسمات عادي والبقسمات الكوري اللي هو البانكو لو تلاحظوا في الكريس بيرول نفس التلبيسة فيها بقسمات يكون يعني كذا واضح حبيبات كبيرة فافضل شي تستخدموا البقسمات الكوري واذا كان ممو توفر عندكم جيبوا كورنفليكس واطحنوا كذا بيدكم يعني يكون مجروش واخلطوه مع البقسمات العادي وكذا يفي بالغرض ما تحتاج انكم يعني لازم تجيبوا البقسمات الكوري يكفيكم الكورنفليكس وهنا شوفوا كيف شكلها سعر مرتب ونبدأ نقليها لازم في القليل تكونوا حريصين في التقليب لأنه حجم الرول مرة كبير تقيل ولاحظوا هنا كيف صارت دوائر حمرة بسبب ايش قساقها بيقاع القدر فلازم تستمروا في التقليب وكذا قدمنا ما شاء الله تبارك الله كأنها من السوق ما نقصها بس إلا كرتونتها واللي مكتوب عليها الطازج أحس إني ما شاء الله أتقنتها تبارك الله وشوفوا كيف ما شاء الله مرتبنا من الأطراف ممكن إذا صوتوا كمية كبيرة تحتفظوا بها في الفريزر وقت إذا اشتهيتوها تخرجوها وتقلوها طبعا تتركوها تفك كم دقيقة وتقلوها هنا شوفوا كيف مرم مقرمشة وأول ما قطعتها الريحة تبارك الله شيء خطير شوفوا كيف ما شاء الله مجوفة من جو ونفس العجينة لينة مقرمشة من برا ولينة من جو والحشوة شيء خطير مرة رذيذة وبالنسبة للطعام أنا بالنسبة لي حبيتها أكثر من كريسبرور الخاص بالطازج طبعا حتقولوا لا عشان أنت سويتيها ومبالغة طبعا أنا ما حكمت لحالي كل اللي ذاقوها ما شاء الله عجبتهم وقالوا أطعم بكثير من الطازج وإنتوا كمان جربوها وإن شاء الله رح تعجبكم وقارنوا بينها وبين الأصلية ومتأكدة شاء الله رح تعجبكم هذه الوصفة وكذن كنت هنا ومع السلامة